اشتركوا في القناة حسب المدة الزمنية التي يستغرقها كل تحول ولهذا نميز ثلاث أنواع من التحولات الكيميائية أولا التحولات السريع نقول عن تحول كيميائي أنه سريع إذا تم في مدة زمنية قصيرة جدا بحيث لا يمكن متابعته زمنيا وهو التفاعل الذي يصل إلى حالته النهائية بمجرد تلامس المتفاعلات ويتم في مدة زمنية قصيرة جدا لا تزيد عن الثانية أو جزء منها الثانية كمثال عن التفاعلات السريعة أو تحولات سريعة تفاعلات الانفجار مثلا التفاعلات التي تحدث بين أحماض الأسس مثل التفاعل حادث بين نطارة الفضة ومحلول كلور السوديوم الذي يعطينا راسد كلور الفضة ثاني نوع من التحولات الكيميائية والتحولات البطيئة أو هي التحولات البطيئة نقول عن تحول كيميائي أنه بطيئ إذا كان باستطاعتنا تتبعه بالعين المجردة أو باستعمال أدوات القياس المعروفة لدينا مثل جهاز قياس ناقينية مثل جهاز قياس الذق مثل جهاز البيعاش متر وهذه التحولات البطيئة هي محور دراستنا في هذه الوحدة الأولى كمثال عن تحولات البطيئة التفاعل الذي يحدث بين الماء الأكسجيني ومحلول يود الفوتسيوم الذي يظهر لنا اللون الأصمر تدريجيا وهو اللون المميز لمحلوث نائي اليد النوع الثالث من التحولات هو التحول الكيميائي البطيئ جدا نقول عن تحول أنه بطيئ جدا إذا كانت نواتج تطور هذه الجملة لا تظهر إلا بعد أيام أو أشهر أو سنوات يعني مدة زمنية طويلة جدا وكمثال عن تحولات البطيئة جدا هناك تفاعلات التخمر التي طرقتم إليها في برنامج مادة العلوم كذلك تفاعل حادث بين الكحول والحمض الكربوكسيلي الذي يعطينا أستر زائد ماء أو ما نسميه تفاعلات الأسترة كذلك تفاعلات الإماهة التي تحدث بين الأستر والماء ليعطينا كحول زائد حمض وكذلك تفاعلات تأكل الصخور في الجبل من أجل متابعة التحول الكيميائي يجب علينا إيجاد التقدم إكس عند لحظة زمنية تي وهناك ثلاث طرق من أجل ذلك أولا المعايرة اللونية ثانيا المتابعة بواسطة قياس النقلية وهي تخص المحاليل الشاردية طريقة ثالثة عن طريق قياس الضغط ويتخص الغازات المثالية هذه الطرق ثلاث سنتطرق إليها بالتفصيل في تجارب سنراها في دروس قادمة إن شاء الله